بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الطلبات السنوات العامة أهلا بكم النهاردة معدنا مع الجزء الثالث في تاني درس في الديناميكا وهو تكامل الدوال المتجهة في الوحدة الأولى نشوف مع بعض تكملة للتمرين ونشوف أول تمرين معانا النهاردة في الشكل المقابل يوضح العلاقة بين العجلة والإزاحة حيث عين صفر بتساوي عشرة متر لكل ثانية فإنه بعد قطع إزاحة 30 متر تكون عين تربيع تساوي نقط يطره أعطيني منحنة إيه؟ أعطيني منحنة العجلة الإزاحة طيب أنا لما كامل منحنة العجلة الإزاحة يطره بحصولي بحصول على المساحة المحصورة بمعنى أصحي الشكل البياني والمحور الأفوق يعني لما كامل جيم بالنسبة لفه بنحصل على مساحة المسلس اللي موجود قدامي طبعا خلال الفترة من صفر لثلاثين طب هو بيقولي عين صفر بتساوي عشرة متر كل ثانية وعاوزين عين تربيع عين النهائية لما تكون الفه بتلاثين ما تبقى هي جيم بتساوي عين دالعين دالفه ليه اخترت القانون ده؟ إنه جايب لمنحنة العجلة الإزاحة هنفصل للمتغيرات وهنكامل الطرفين يبقى تكامل جيم بالنسبة لفه هيساوي تكامل عين دالعين هكامل العجلة بالنسبة للإزاحة من اللي فين من صفر لثلاثين اللي بداية كانت صفر ونهائية كانت تلاثين طب هنكامل السرعة منين؟ السرعة الابتدائية كانت عشرة يبقى هنكامل من عشرة السرعة النهائية اللي هو محتاجها فانا سميتها عين الطرف الأيمن تكامل اللي عجلة بالنسبة للإزاحة خلال الفترة من صفر لثلاثين معناها مساحة المسلس ده اللي موجود قدامي فمساحة المسلس ده قاعدته عبارة عن إيه؟ قاعدته عبارة عن ثلاثين وارتفاعه عشرة يبقى نص في ثلاثين فعشرة اللي هي نص طول القاعدة في الارتفاع العين تكاملها نص عين تربية خل النص بره طلحها بره حدود التكامل وحدود التكامل من عشرة لعين وأنا ممكن أطلع السابت بره أو ممكن تطلع السابت بره النص دعت مع النص الطرف الأيمن هيكون عبارة عن ثلاثين مية هنعود بحدود التكامل يبقى عين تربيع ناقص عشرة تربيع اللي هي مية يبقى عين تربيع طلعت في النهاية بتساوي ربع مية هو طبعا طالب من العين تربيع مش طالب العين سؤال بسيط وسؤال جميل بس يساتك لازم تبقى فاهم أن تكامل جيم بالنسبة لفه خلال الفترة من صفر إلى ثلاثين بتعبر عن مساحة المثلث المظلل قدامك السؤال اللي بعده مصعد يتحرك صعيدا لأعلى بعجلة منتظمة لمدة 4 ثواني ثم بسرعة منتظمة لمدة 3 ثواني ثم بعجلة تقصرية لمدة 2 ثانية واضحة أول من الرسمة اللي قدامنا الأول اتحرك لمدة 4 ثواني بعجلة منتظمة ثم لمدة 3 ثواني بسرعة منتظمة ثم بعد كده بعجلة تقصرية في آخر سانية المسافة اللي صعدها 16.8 من 10 عايزين عجلة المصعد في المرحلة الأولى مبدئيا ده منحنة السرعة الزمن منحنة سرعة الزمن المساحة المحصورة بين منحنة سرعة الزمن والمحور الأفقي بتعبر عن المسافة طيب هو دين المسافة بكام المسافة 16.8 من 10 طيب يعني مساحة شبن منحرف اللي موجود قدامنا ده بتساوي 16.8 من 10 طيب تعالوا نطبقها كده طيب أنص القاعدة الأولى دي أربعة ودي تلاتة ودي اتنين يبقى طولهم كام تسعة زائد القاعدة الصغرى هتبقى تلاتة في الارتفاع اللي أنا معرفوش فقط ممكن أقول إن الارتفاع هنا عبارة عن عين خلاص عين بيساوي 16.8 من 10 نص الاثناشر أصبحت 6 6 عين بتساوي 16.8 من 10 يبقى العين أصبحت بتساوي 2.8 من 10 يبقى الارتفاع ده 2.8 من 10 يبقى معنا كده إن النقطة دي إحداثياتها كام وكام؟ إحداثياتها 4 و 2 و 8 من 10 هو طلب مني عجلة المصعد في المرحلة الأولى العجلة معناها إيه؟ معناها ميل الخط ده اللي في المرحلة الأولى ميل الخط ده بيجيبه إزاي؟ هو عبارة عن ده العين ده النون في المرحلة الأولى طب ده العين ده النون عبارة عن ميل الخط المستقيم ده هو بيمر بالنقطتين 0.0 و بيمر بالنقطة 4.2.8 من 10 يبقى 2.8 من 10 ناقص صفر على 4 ناقص صفر طلعت 2.8 من 10 على 4 طلع فيها 7 من 10 متر لكل ثانية تربيحة طيب شوف اللي بعده إزا تحرجوا سيم في خط مستقيم وكان منحنى السرعة الزمن اللي حركته خلال الفترة من صفر لستة هو الموضح بالرسم يعني ده منحنى السرعة الزمن منحنى ده بيمر بالنقطة ديت ممكن نقول إحداثياتها مع بعض صفر واربعة وبيمر بالنقطة دي إحداثياتها اربعة وصفر بيمر أيضا بالنقطة دي اللي انا معارفش إحداثياتها كام بس نقدر نجيبها بسهولة عاعطينا اربعة اختا ربعة بيقل المسافة المقطوعة بتساوي 2ه spricht Baron 007 والمسافة المقطوعة اثنين وحدة طول خلال الفترة من صفر لستة تمانية وحدة طول خلال الفترة من صفر لستة waves السرعة المتوسطة 5x3 وحدة سرعة ama سرعة المتوسطة 5x6 وحدة السرعة طيب المسافة المقطوعة بنجيبها ازاي ازاي هنجيب المساحة دي والمساحة دي ونجمعهم على بعض. طب هنا المثلث ده القاعدة بتاعته موجودة والارتفاع موجود. طب المثلث التاني ما نعرفهاش. اقول لك لا بس ببساطة. الزاوية دي كم درجة? خمسة واربعين. لان ده طول اربعة. وده طول اربعة. يبقى اللي قصادة هنا كام? خمسة واربعين. يبقى معلى كده ان ده. قد ده. المنطقة دي. قد المنطقة دي. طبعا دي خمسة واربعين. عشان دي خمسة واربعين بالتقابل ب اتنين. طيب. المسافة هتساوي. المثلث اللي فوق. نص فاربعة فاربعة. المثلث اللي تحت هناخده بالموجة. لان احنا بجيب المسافة. تبقى نص. في القاعدة اللي هي اتنين. في الارتفاع ايضا اللي هو اتنين. طلعت نص اللي اربعة. فاربعة. نص الستاشر بتمانية. ودي نص فاربعة بقى باتنين. طلعت عشرة متر. طرى المسافة المقطوعة. اتنين واحدة الطول. اتنين واسف. واحدة الطول عشان مقلش الابعايد. اتنين واحدة طول. طبعا لا. تمانية واحدة طول. برضو لا. طب السرعة المتوسطة يا طرى بتساوي ايه? السرعة المتوسطة دي بتساوي المسافة الكليا اللي هي عشرة. على الزمن الكل للرحلة اللي هو ستة. طلعت خمسة على تلاتة واحدة سرعة. نشوف كده مع بعض. السرعة المتوسطة خمسة على ثلاثة وحدة سرعة دي إجابة مضبوطة السرعة المتوسطة خمسة على ستة وحدة سرعة دي إجابة خاطئة وبالتالي الإجابة الصحية عندنا هتكون الاختيار جيم السؤال اللي بعده جسيم يتحرك في خط مستقيم بحيث كان موضوعه بعد اتنين ثانية من بدء الحركة هو سين بيساوي اتناشر سين زائد ستاشر ساط ده متجه موضوع الجسيم بعد سانيتين وكانت سرعته عين تعطى كدلة في الزمن نوم بالعلاقة عين بتساوي 3 نون تربيه سين زائد 10 نون صور فإن الموضوع الابتدائي للجسيم هو نقط عطيني موضوع الجسيم بعد سانيتين وطلب من الموضوع الابتدائي يترس يدك لما كامل السرعة بتحصل على إيه؟ بتحصل على الموضوع تب لما كامل السرعة تكامل محدد خلال الفترة مثلا من صفر الاثنين بتحصل على التغير في الموضوع أو الإزاحة اللي هو سين النهائية نقصين الابتدائي طيب هو قال لي سين اتنين بتساوي 12 سين زائد 16 ساط طلب مني سين صفر طب بالراحة كده سين اتنين ناقصين صفر ده مش بيساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمن خلال الفترة من صفر الاثنين تمام سين اتنين عبارة عن 12 و 16 ناقص سين صفر دي اللي أنا محتاجها بتساوي كامل السرعة كده بالنسبة للزمن السرعة عندك 3 نون تربيع و 10 نون تبطر دي هكاملها ازاي بالكامل كل ما سقط على حدة فبالتالي لما نكامل كده مع بعض 3 نون تربيع تبقى نون تكعيب 10 نون تبقى 5 نون تربيع طب حدود التكامل من اللي فين من صفر الاثنين يبقى 12 و 16 ناقص سين صفر هتساوي نعود بالتنين كده مع بعض تبقى 8 و 8 و 2 تكعيب ب8 و هنا خمسة فاربعة بعشرين ناقص سين صفر اللي هتبقى صفر و صفر فمش هكتبها خليلي سين صفر الوحدة فطرف هتجيب دي بعكس الاشارة و هتودي دهنك بعكس الاشارة 12 ناقص 8 طلع ب4 و 16 ناقص 20 طلع بسالب 4 يبقى سين صفر طلع عبارة عن 4 وسالب 4 مساءل جميل جدا و فكرته بسيطة و جديدة طيب السؤال اللي بعده جسيم يتحرك في خط مستقيم بحيث كان موضوعه عندما نون بتساوي بي على 4 ثانية هو سين بيساوي 6 سين ناقص 2 صاد ده موضوع الجسيم عند النون بتساوي بي على 4 و كانت سرعته عين تعطى كدلة في الزمن بالعلاقة و اتجه السرعة بيساوي 4 جاتت 2 نون سين زي 2 جاتت 2 نون صاد فإن معيار موضوعه عند النون بتساوي بي هو نقط هو مش عاوز الموضوع عند النون بتساوي بي هو عاوز معيار الموضوع عند النون بتساوي بي نفتكر قانوننا سين بي ناقص سين بي على 4 يعني الموضوع عند النون بتساوي بي ناقص الموضوع عند النون بتساوي بي على 4 بيساوي تكامل السرعة من اللي فين بقى من بي على 4 لباي مع حدود التكامل هتبقى من بي على 4 لباي اللي هي الزمن طب السرعة هكتبها ازاي ممكن نكتبها أربعة جاتة اتنين نون واتنين جاء اتنين نون من نسبة للزمن طيب يبقى سين باي دللي احنا محتاجينها نقس سين باي على اربعة اللي هي ستة وسالب اتنين هنكامل مع بعض بقى الطرف الايصر تكامل الجاتة بجاء مشتقط اللي جوه اتنين مع كسها نص تتضرب في اللي اربعة هتصبح اتنين يبقى اتنين جاء اتنين نون تكامل الجاء بسالب جتة مشتقط اللي جوه اتنين مع كسها نص تتضرب في اللي برة هيدقوا مع بعض يبقى سالب جتة اتنين نون وحدود التكامل من باي على اربعة لباي يبقى سين باي هتساوي حانrajانان اخد الزجوم المرتب دان قله هناك بالموجب يبقى ستة وسالب اتنين جاقم نوعى بالمئة وثمانين اتنين في مئة وثمانين باي تلتمية وستين تتجاليا desperate Sciences بطول أتنين في مئة وثمانين باي تلتمية وستين دي بواحد في سالب تبقى سالب واحد نقص معوض بالخمسة واربين اتنين في خمسة واربين تسعين جاء تسعين بواحد في اتنين أصبحت باتنين اتنين في خمسة واربين بتسعين جاء تسعين بصفر في سالب بقت صفر طلعلي سين باي عبارة عن ستة زائد صفر نقص اتنين أصبحت باربعة وسالب اتنين وسالب واحد وصفر تبقى سالب تلاتة يا طرى بقى معياره هيساوي ايه هو طالب معيار سين باي يعني معيار متجه الموضع لما النون بتساوي باي هيبقى جازر 9 زائد 16 طلع في النهاية 5 فكرة بسيطة وفكرة جميلة جدا تعالوا نشوف مع بعض سؤال آخر جسيم يتحرك في خط مستقيم بحيث كان موضوع بعد 1 ثانية من حركته يساوي 8 متر وكان القياس الجابري المتجه السرعيم بالمتر كل ثانية يُعطى كدلة في الزمن نون بالثانية بالعلاقة عين بتساوي 3 نون نقص 2 في نون نقص 4 فإن موضوع الجسيم عندما نون بيساوي 2 هو نقط يطرح يكون عند 3 متر ولا 4 متر ولا 2 متر ولا 1 متر طيب احنا اتفقنا وقلنا مرارا وتكرارا لما نجي نقول سين 2 ناقص سين 1 يعني موضوع الجسيم عند النون بتساوي 2 نقص موضوع الجسيم عند النون بتساوي 1 ده بيساوي ايه بيساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمن خلال الفترة الزمنية من 1 ل 2 سين 2 دي اللي هو طالبها ناقص سين 1 كانت 8 يبقى انا عوض عنها ب8 بيساوي تكامل من 1 ل 2 عين بتساوي 3 نون نقص 2 في نون نقص 4 هنضربهم في بعض تبقى 3 نون تربيع ناقص 14 نون زاء 8 نكامل كده مع بعض يبقى سين 2 ناقص 8 بتساوي نون تكعيب ناقص 7 نون تربيع زاء 8 نون وحدود التكامل من 1 ل 2 يبقى سين 2 ناقص 8 هتساوي ناقص مع بعض كده بالل 2 يبقى 8 ناقص 7 في 4 يبقى بـ 28 زائد 8 في 2 أصبحت 16 ناقص هنعوب بالواحد يبقى 1 8 9 ناقص 7 أصبحت 2 كمان مرة 2 تكعيد بـ 8 ناقص 7 في 4 يبقى سالب 28 8 في 2 أصبحت 16 يبقى سين 2 ناقص 8 بتساوي 8 ناقص 28 بسالب 20 16 تبقى سالب 4 سالب اربعة وسالب اثنين اصبحت سالب ستة وبالتالي يبقى سين اثنين هتساوي سالب تمانية هتروح هناك بعكس الاشارة اصبحت باثنين متر فكرة جميلة قوي وفكرة سهلة جدا خلاص عرفنا بقى سين اثنين نقص سين واحد بيساوي تكامل السرعة من واحد لاثنين بالنسبة للزمن السؤال التالي بدأ جسيم حركته من سكون في خط مستقيم من نقطة سبتة على الخط المستقيم يعني سين صفر كانت بصفر بحيث كان القياس الجابري لمتجه السرعة بالمتر كل ثانية يعطى كدلة في الزمن والزمن ايضا بالثانية بالعلاقة عين بتساوي تمانية نون نقص ثلاثة نون تربيع عايزين موضع الجسيم عند النون بتساوي ثلاثة مع بعض سين ثلاثة نقص سين صفر هساوي تكامل السرعة الي هي ثمانية نون ناقص ثلاثة نون تربيع من اللي فين من صفر لثلاثة بالنسبة للزمن سين ثلاثة دي اللي احنا محتاجينها ناقص ثين صفر هو بدأ من نقطة سابتة يعني ثين صفر بصفر والتالي دي هتبقى صفر الكامل دي مع بعض يبقى أربعة نون تربيع ناقص نون تكعيب من صفر لثلاثة يبقى ثين ثلاثة أصبحت بتساوي أربعة في تسعة بستة وتلاثين ناقص ثلاثة تكعيب بسبعة وعشرين ولما نعود على نون بصفر ملهاش لازمة في شو نكتبها تبقى ستة وتلاثين ناقص سبعة وعشرين بس يبقى ثين ثلاثة بتساوي ستة وتلاثين ناقص سبعة وعشرين أصبحت بتساوي تسعة خلاص بقى الفكرة قررت معنا في مساء الواثنين وبدأنا نعرفها كويس جدا تعال نشوف مع بعض سؤال آخر جسيم يتحرك في خط مستقيم بدأ حركته بسرعة 2 متر كل ثانية من نقطة أصل سبتة وكانت قيس الجابري للعجلة بالمتر كل ثانية تربيع يعطى كدلة في الموضع سين جيم بتساوي سين زائد 2 عايزين سرعة الجسيم عندما سين بتساوي 5 هو يعطين العجلة بدلالة الموضع يطرى نعوض عن جيم دال عين دال نون والعين دال عين دال سين شيء طبيعي هنعوض عن العجلة بعين دال عين دال سين إنه يعطين العجلة بدلالة الموضع هنفس المتغيرات وهنكامل الطرفين يبقى تكامل عين دال عين بساوي تكامل سين زائد 2 دال سين ممكن نستخدم حدود التكامل يا مصدر تعال نستخدم حدود التكامل عادي جدا بدأ حركته بسرعة تدائية 2 متر كل ثانية يبقى السرعة اللي تدائية هنا ب2 وهو طلب مني السرعة النهائية هيخليها عين من نقطة أصل سبتة يعني سين 0 ب0 يبقى هنا 0 عايزين السرعة لما السين بيتساوي 5 يبقى فوقه هنا هيكون 5 تعالوا نكامل مع بعض الطرف الأيمن هيبقى نص وهنطلع النص برة وهنكتب عين تربيع وحدود التكامل من 2 لعين الطرف الأيسر هيكون عبارة عن نص سين تربيع زائد 2 سين من 0 ل 5 هنعوض عن العين بعين وبعد كده ب2 ونطرح يبقى نص عين تربيع ناقص 4 بتساوي نعوض عن السين ب5 يبقى 25 على 2 زائد 10 ناقص صفر يبقى عين تربيع ناقص 4 هتساوي هنضرب الطرفين في 2 بقت دي 25 ودي أصبحت 20 عين تربيع طلعت في النهاية ب49 هناخد الجزر يبقى العين طلعت موجب أو سالب 7 فكرة بسيطة وجميلة ممكن سيادتك تشتغل عن طريق بدون استخدام التكامل محدد وتجيب ثابت التكامل من المعطيات وبعد كده تجيب السرعة عند السين بتساوي 5 السؤال اللي بعده جسيم يتحرك في خط مستقيم وابتدعم بسرعة 3 متر كل ثانية دي السرعة الابتدائية كانت عجلة الحركة جيم تعطي كادلة في الزمن بالعلاقة جيم بتساوي 4 جتة نون في اتجاح المتجهية إذا كان معيار جيم بالمتر كل ثانية تربيع والزمن نون بالثانية فإن معيار متجه السرعة عندما نون بتساوي倍 على 6 هو نقط طلب مني معيار متجه السرعة عندما نون بتساوي倍 على 6 طب إزاي يحصل على السرعة من العجلة ي máximل هنعوض عن جيم معين ده العين ده السين ولا ده العين ده النون لا هنعوض عنها في عند هنعود عنها بدال عين دال نون لانه جايب للعجلة بدلالة الزمن يبقى بدائيا جين بتساوي اربعة جاتا نون دا القياس الجبر عظيم جدا يبقى دال عين دال نون بيساوي اربعة جاتا نون نكمل كده مع بعض هنفصل مع بعض المتغيرات يبقى تكامل دال عين هيساوي تكامل اربعة جاتا نون دال نون الطرف الايمن هيكون عبارة عن عين تكامل الجاتا بجا يبقى اربعة جا نون زائد ثابت قال السرعة الابتدائية بتلاتة متر كل ثانية عين صفر بتساوي تلاتة متر كل ثانية هنعوض عن عين بتلاتة وعن النون بصفر جا صفر بصفر يبقى اربعة بصفر زائد ثابت يبقى الثابت اصبح بيساوي تلاتة يبقى عين بتساوي اربعة جا نون زاق التلاف طلب معيار متجه السرعة عند النون بتساوي باي على 6 عند النون لما تساوي باي على 6 يعني 30 يبقى العين بتساوي 4 في جا 30 اللي هي نص زاق التلاتة 2 زاق التلاتة أصبحت 5 متر لكل سانية سؤال بسيط وسؤال سهل ده كان آخر سؤال في حلقتنا مهاردة انتظاركم في الحلقة القادمة ان شاء الله